اهلا بكم اصدقائي الاطفال سندلس اليوم معا كتاب لغتي للصف الاول الابتدائي مع الاطفال الشطار اهلا بكم اصدقائي الاطفال اهلا بكم اصدقائي الاطفال الدشو الثاني حرف الث الاحظ واتحدث عمر يتحدث مع ابي في متجر الالعاب عمر ابي ساختار ثلاث لعب الاب ثلاث كثير يا عمر عمر سيارة لي وارنب لمهنة ودمية لأحلام الاب انت اخ صالح يا عمر الاحظ واقرأ الكلمات ثلاث 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 يتحدث 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 ألاحظ واقرأ الجمل عمر يتحدث مع ابي في متجر الالعاب عمر ابي ساختار ثلاث لعب الاب ثلاث كثير يا عمر عمر سيارة لي وارنب لمهنة ودمية لأحلام الاب انت اخ صالح يا عمر 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 اقرأ كثير 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 يتحدث 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 سلاس 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 ثلاس ثلاس أقرأ كثير يتحدث ثا 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 ثي ثا ثي هنا عليكم التدرب على كتابة حرف الث بشكل صحيح أرسم دائرة حول حرف الث ثم أكتبه أحاكي عمر في استخدامه النداء بيا يا مهند كل بيمينك يا أحلام الطعام جاهز استخدم يا عندما أطلب من أخي أن يشرب الحليب فأقول يا أخي اشرب الحليب واستخدم يا عندما أطلب من أخي أن يغسل يديه يا أخي اغسل يديك وعندما أطلب من أبي أن يستحبني معه إلى السوق فأقول يا أبي استحبني معك إلى السوق أكتب ثم أكمل الحرف الناقص ثم أكتب الكلمة أحسنتم يا شطار لقد كنتم رائعين حقا لا تنسوا أن تشتركوا في قناتنا لكي يصلكم كل جديد أيضا لا تنسوا أن تشاركوا فيديوهاتنا مع أهلكم وأصدقائكم لتعمل فائدة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر